انا هقولك على الحالة الاخيرة اللي جات لي ام رايحة تولد في المستشفى رايحة تولد وهي في الطريق جات عليها اعراض الولادة فبهدلت دخلت المستشفى بتولد وعادي جدا ما بتعرفش الماني كويس والدكاترة بصوا لقوا عليها انها بيكلموها بالالماني مش فاهمة حسوا ان هي شوية هدمها مبهدلة كان مطر وتعبانة وظهرت عليها اعراض الولادة فطبيعي تكون كده بدوا يكلموها ما فهمتش عليه هم معرفش ايه عملوا ايه دكاترة تصلوا بيوجن امت جل يوجن امت اخد الطفل بابي المفروض لسه هيرضع جم اخدوه من الام عندهم بحجة ايه ان الطفل هيكون معاكي غير اقامل لحد ما نشوف انسي ايه قصتك هم حصوا في خطوره عليها طلبوا منها تمزي على اوراق طبعا هي مش فهم ايه الاوراق اللي هي تمزي عليها هي طلعت زكية وقالت لهم انا مش مازي على اي ورق بدأوا ان هم يترجموا لها على برنامج جوجل ترانسليتر وتقريبا اتصلوا لها بمترجم على التليفون طبعا على جوجل ترانسليتر مش دايما بيترجم كل حاجة صحيحة تمام وهي الام حرام مسكينة ما بلقاش في النمسة وقت طويل فمش عارفة اي حاجة وخدوا الطفل منها شوف بقى الام جاية منهارة بيبي مولود ما بقالوش ست ايام اليوجن امت خدوه لو دلوقتي لو هي عندها اسبابها انها تقدم دلوقتي شغالين على الموضوع ده في المحكمة ما احنا قلنا دلوقتي الموضوع بيوصل للمحكمة اليوجن امت قلق احنا مش هنرجع لها البي شوف بقى التفاصيل الدقيقة اللي بدأ فيها ايه رحوا لعمارة فقلقوا ان في مدخل العمارة في وساخة وزبالة محطوطة فدلوقتي انت لما هيكون عندك العربية بتاعت الاطفال هتحطها فين هتحطها تحتها تتميلي بكتيريا لازم تطلعيها فوق القوضة بتاعت الطفل هل مجهزة هل عندك هاتسونج هل عندك سرير للطفل كويس الحاجات دي كلها دي كلها حاجات هما بيفحصوها في احنا كنا تناولنا كمان موضوع او لو مثلا سكن سكن انا دلوقتي سكنة في بيت البيت دوت مفوش هاتسونج او البيت دوت البيت نفسه مش كويس ان الطفل يسكن فيه واليوجن قام تعرف وشاف بيجي بيقول لك حضرتك يا امه تنقل من البيت وتشوف لك شقة جديدة يا امه بنسحب منك الطفل المشكلة في ايه ان احنا ما عندناش ده في بلدنا احنا مش متعودين على ده فاحنا بنسبلنا كل ده جديد كل ده جديد انا يعني ايه احنا متعودين احنا بيبقى عندنا الولد عمره عشرين سنة واحد وعشرين سنة ابوه او امه بيقول له كلمة انه مسمعش كلامه ممكن يرفع ايده واي واضربه بالقلم صح او لا غلط بتحصل عندنا احنا متعودين على كده يعني واحد بيبقى كبير ومتجاوز ومخلف وبابا بيقول له كلمة بيقول له حضره نعم هنا مفيش كده والطفل بيبقى عارف ان انت ما تقدرش تماشي عليه وما تقدرش تكبره على حاجة هو متعلم ده في المدرسة فانت تعمل ايه يعني هي بيش بتبقى مش بالصورة دي يمكن يعني لحد ما يمكن حاليا دلوقتي مع الوعي والسوشيال ميديا كل ده يمكن قل الموضوع مش ساي زمان لكن احدى الهدف ككل ان الطفل ينشأ في بيئة صحية يقدر من خلالها يفيد المجتمع بتاعه ويفيد اسرته ويفيد نفسه برضه انهم هم بالطرق اللي هم بيخترحوها في حالات يعني المفروض ان كل حالة حتى لو في قانون لكن المفروض يكون هناك دراسة لكل حالة على حدة يعني يمكنش نعمم قانون على طب بعدين الستة دي يخدوا منها الطفل فين ابوه لا هم خدولي انا طبعا هي قالت سبب او سببين ان هم خدوا الطفل منها بس كون ان اليوجن قانونت خد الطفل يعني ممكن فيه اسباب يعني انا معرفش مش قادر ان انا اقول لها انا معنديش مشكلة ان انا ساعدها واتبنى الموضوع بتاعها لو فيه شيء ان انا عمله ولكن ممكن اليوجن قانونت لا ان فيه شيء بيخطر على الولاد هم هنا هم هنا بيستنوا اي صغراء تحصل مع الطفلة خلينا نختصر لصحب الطفل فانت كدورك كاب وام انا طالعا النهاردة مش قلوم الاسر العربية ولا اللي جاي من حروب احنا لنا تربيتنا وانا واحدة من الناس اتربيت بنفس التربية دي ولو عندي اولادها ربيهم بنفس الطريقة دي تمام وعمل التوازن بالزبط ولكن اللي انا طالعا اقوله اقول يا جماعة خدوا بالكم علشان دي مشكلة كبيرة لان انا عندي حالات مأساوية بالمكتب سحبوا الاطفال منهم وده اكتر شيء الامهات والابهات بحالة سيئة ولسه كنت بقول قبل ما مادام شيرين تتصل كنت بقول الطفل كان بيبقى زي الفل ما عندوش اي مشكلة ممكن حاجة بسيطة وبسبب ان هو راح اليوجن قامت ضع الطفل ضع اشتركوا في القناة